النهاردة الحقيقة هنتكلم فيها عن التلاكيك بقول التلاكيك وكلنا طبعاً عارفين التلاكيك فمتابع من المتابعات السوريات اللي وزاز قالتلي أنا ما بفهم عليكي إيه التلاكيك دي فالناس بدأت تشرح لها إيه التلاكيك فبقوا يقول لها اللي هي الأسباب المفتعلة يعني هم علموني معنى أنا الحياة مكنتش يعني مش مركزة قوي في المعنى اللي هو حد يفتعل سبب علشان يتخانق معاكي عليه وبناء عليه إحنا النهاردة هنتكلم عن التلاكيك أو الأسباب المفتعلة للخناقات واللي بتيجي من مستصغر الشرر يعني حاجة عادية خالص يعني طبخة زرار شراب فردة شراب ضيع طبعاً فردة الشراب أنت طبعاً ده أساسي أي حاجة أي كلمة عادية أي قناة بنتفرج عليها وهو عايز يتفرج على حاجة وانت على حاجة تكيف في إفتاح التكيف إفري التكيف تقلب خناقة وحريقة في البيت وممكن تغضب وتروح عند أهلها وممكن يمدي إيده موضوع طب إيه جماعة وانتوا تخانقتوا على إيه أصلاً فتدور تلاقي الموضوع تافه جداً يعني السبب بتاع الخناقة تافه تفاها مقطعة نظير طيب هل الخناقات اللي بتجبر من تفاها أو من مستصغر الشرر دي بتبقى رواصب ومرقدين لبعض ومستنيين يعني على بعض تلكيك عشان يمسكوا فيها ولا بتبقى تفاها أكتر من فكرة السبب نفسه إنه أنا مش هعدي لك حاجة وأنا مش هعدي لك الهفوة إحنا عايزين نفهم السبب اللي ممكن يعني الحياة تبقى أهدى من كده بكتير لو عدينا لبعض التفاها دي يعني لو يعني مش لازم يعني معلش حصل خير معلش الملحزات معلش حاضر مش لازم نقلب الترابيزة وفيه أكل بيترمي في الزبالة وفيه عشان إيه عشان أصلا أنا أعرف حد يا مؤمنين عشان هو الشربة كانت سخنة ولسعت لسانه قلب الترابيزة هفة في الشربة حضرتك لا هو مش هازي هفة في الشربة إنتي أنا أهلك حطي الأكل بدري وكلام بقى تلكيك فعلا أسباب مفتعلة فعلا مروة الصعيدة إزايك يا مروة إزاي كده عام لأيه هل في أسباب مفتعلة وتلكيك وتبوز الحياة طبعا بصي الحلقة دي ينطبق عليها جدا المشهد اللي عمره بيروح من بالنا بتعسك على بناتك اللي هو لما قالت له كلمة مني على كلمة منه فؤاد الوهنس بطلها بصير قوي قال لها ما كنت سيبيه يمسكها يا فوزي يعني عديها فعلا بتبقى تلكيك صغيرة موضوع الملح اللي انتي قلت عليه ده خناءة كبيرة جدا قامت ليه لأن الملح ناقص والملح موجود الملاحة على الترابيزة ناقص كمان مش زايد مزايد ده لو ناقص سهلة يعني الموضوع كبر جدا دي حاجة حقيقية يعني ودخل فيه الأهل وكبر وحيوصل للطلاق فراجل بقى عائل يعني بيحكم بين التين الخناءة كتعليقية جماعة قال لها قالت له الملح كان قليل فانا قلت له أنا أسفا ننسيت ان انت بتحب الملح زيادة فقال لها ما انتي مخدتيش من أمك غير الزهايمر هي اللي ورست هولو فهي حست انه ابتدى يغلط في أمها فراحت معي راه بعيد في أمه فالموضوع كبر 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 دخل فيه الأهل فبيسأل الراجل قال لهم يعني الخناءة كتعلي ملح قال لا آه والملحة كتفين قيت له كتعالترابيزة طيب أصل الموضوع كله إيه انه من الأول خالص هو الراجل جاي مخنوق وقرفان ومضغوط وحاجات كتيرة جدا جدا جواه والست نفس الحكاية وكانت هي دي الشعراية اللي انفجروا بيها في وش بعض التلكيكة اللي هي أصلا حلها قدامك على الترابيزة أنا أسفة نسيت إنك بتحب الملح زيادة ولا يهمك امسك الملحة حط الملح لكن هوا كان كلمة ولا يهمك دي جميلة قوي ومريحة قوي بس ما تتقلش خالص معي آه عشان جميلة ومريحة ولا يهمك دي يا دي حلوة قوي الكلمة دي يا جماعة قلوها معلش أنا اتخخرت عليك خلص ولا يهمك وأنا أفضل مستنيكي يعني عارفة أنت الحاجات دي لو كلمة ولا يهمك دي هتحل نص مشاكل الشعب المصري ده كل المشاكل خصوصا بين الأزواج وفي كلمة كمان أسهل وأحلى منها كلمة شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر